لم يعد تهريب نفط إقليم كردستان إلى الكيان الصهيوني أمرا سريا موقع تنكر ترايكرز الذي يديره هاوين كويتي كشف بالصور مجموعة من المسارات السرية التي تتبعها ناقلة النفط المهرب من إقليم كردستان إلى تل أبيب حيث تجري عمليات التفريغ والتبادل بمعدل 500 ألف برميل يوميا دون أن يتم رصدها ما أثار مجموعة من التعقبات في وسائل الأعلام صحيفة ماركر الصهيونية المعنية بشؤون الاقتصاد أكدت أن تل أبيب في تعاون مشترك بمجال تهريب نفط كردستان منذ عام 2014 حتى الآن وأن جميع النفط المهرب لا يتم تسجيله في الشركات المعنية بالخام عالميا وأنه يصل إسرائيل عبر ميناء جهانة تركي تحت غطاء كبير من السرية وبإطفاء نظام التتبع الأوتوماتيكي مبينة أن أغلب النفط المهرب قد تم استخراجه من حقل بابا قرقر منخفض تكاليف الاستخراج ويتم تكرير جزء منه في المنشآت الواقعة في ميناء حيفا أما وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أشتي هورامي فقد أعلن أن كردستان تهرب النفط إلى الكيان الصهيوني تجنبا لرصده من الحكومة العراقية التي هددت بمقاضات أي جهة تشتر النفط من الإقليم مبينا أن حكومة الإقليم استعانت بتاجر النفط المخضرم مرتضى لاخاني الذي حدد شركات الشحن المستعدة للعمل مع الإقليم في تهريب النفط وتشير مصادر أن كل من شركات ترافيقورا وفيتول تعاملت في النفط المهرب من كردستان كما أن بعض المشترين يوجهون الناقلات من جهان إلى عسقلان في إسرائيل حيث يتم تفريغ النفط بمنشآت تخزين لإعادة بيعه لاحقا إلى مشترين في أوروبا فيما رفعت الحكومة العراقية دعوا قضائية على شركة مارين مانجمنت اليونانية للشحن بسبب دورها في الصادرات الكردية من جهة أخرى حذر رئيس لجنة النفط النيابية علم عارش الشركات من مغبة التعامل مع النفط المهرب من الإقليم كونه مخالفا للضوابط الدولية وسيتم مقاضات جميع تلك الجهات فيما أكد أن أموال النفط المهرب لا تدخل في واردات الإقليم ولا تتوزع على شعب الإقليم وإنما تذهب إلى جيوب شخصيات سياسية متنفذة ويصف مراقبون تهريب نفط الإقليم إلى الكيان الصهيوني أنه خيانة وجريمة يرتكبها ساسة الإقليم بمخالفتهم الصريحة للدستور العراقي فيما أن الإقليم مدين بمئات الملايين من الدولارات من مستحقات متأخرة لشركات نفطية مثل جينيل ودي ان او التي تطور حقول النفط في كردستان حسين أحمد قناة بلاد الفضائية